أهلاً بكل المتابعين بتوعنا يا ربي تكونوا بخير وابل ما نبدأ الفيديو الجميل بتاعنا هطلب طلب صغير من كل المتابعين بتوعنا إنهم يشتركوا في القناة ويعملوا لنا لايك ومش حابب أطول عليكم أكتر من كده ويلا بينا نبدأ الفيديو بتاعنا في بداية فيلمنا بنلاقي راجل أعمال اسمه جو وبيصحى بيلاقي نفسه في قوضة فضية فيها طحونة وبعدين بيحس إنه تعبان وبيتفزع وما بيبقاش فاهم هو في إيه وإزاي يجي على المكان ده ولما بيدور على التليفون ومش بيلاقيه وبيبص حواليه بيلاقي الحيطان علي والباب الوحيد اللي موجود مأفول من برة ولما بيعد يصرخ وبينادي على أي حد يساعده بيسمع صوت جاي من فتحة التهوية بيقوله يسكت بس بعدها الشخص ده بيفهم إنه جوه جديد في المكان فبيشرح له الوضع ماشي إزاي وبيقوله إنهم ادوا له جرعة كده من مادة معينة وإنه في خلال كام يوم هيحس إنه مكتئب بسبب الأعراض الجانبية وبيقوله كمان إنه تاني يوم هيبقى صعب قوي عليه بس بعدها بيقوله إنه لازم يرجع يشتغل وبيبطل يتكلم مع جوه وبعدها جوه بيحاول إنه ينط من فوق الحيطة بس مش بيعرف يخرج برده ولما بيبقى على وشك الانهيار بيسمع صوت حد بيصفر برة وبيلاقي حد بيرميله أكله وموية من الفتحة اللي في الباب فجوه بيجري نحية الباب على طوله وبيطلب من الشخص اللي بره إنه يساعده وبيقوله إنه مراته حامل ومحتاج يروح ياخد باله منها بس الراجل بيقفل الفتحة دي على إيد جوه وبيعوره وبالليل جوه بيربط إيده بالجرفات بتاعته وبياخد الأكل اللي حط طوله ده وفجأة بيلاقي نور ظهر على الحيطة وسوت الزكاء اللي الصناعي بيرحب بجوه وبيقوله إنه في حاجة كده اسمها تدريب المهنة المتطوة بس الزكاء اللي الصناعي مش بيرد على ولا سؤال من أسئلة جوه ولما الشعار اللي على الحيطة بيختفي بيظهر مكانه شوية أرقاء فجوه بيسأل إذا كان الجهاز عدد بس الشخص اللي كان بيتكلم من فترة بيشرح له إنه مفيش حاجة عطلانة ولا حاجة وإن المكينة شغالة عادي بس مش مع الموظفين وإن الأرقام دي عبارة عن عدة تنازل لنص الليل بس برضو مش بيرطه يقوله على اللي بيحصل بعدين وجوه بيتحايل عليه كتير وإنه يعرفوا معلومات أكتر بس وقتها بقى الموظفين كلهم بيزعقوا الجوه وبيقولوله إحنا عايزين ننام فالشخص اللي جنبه بيقوله إن كل الأصوات دي أصوات الموظفين اللي تراموا هنا بسبب إنهم عملوا حاجة دايقة الشركة منه وجوه لما بيسمع إن ده جزء من الشركة بينصدق وبعدها جوه بيروح ينام بس بعدين بيصحف نص الليل على صوت دوشة وبيفهم إنهم واخدين واحد من الموظفين عشان يخلصوا عليه وبيعرف من صوت السريخ إن الموضوع بيهجع جامل وبعدين بيحاول إنه يسد ودانه في وقت من صوت الزكاية الاصطناعي بيقول إن ده جزء من طريق الضرورة للصحة النفسية وتاني يوم الصبح الحارس بيجيب له أكل تاني وبيقوله إن الزنزانة ما ينفعش تتوسخ وإلا وقتها يعقبه وإن في حمام في الزاوية والزبالة كلها بتنزل فيه وقتها الشخص اللي جنب جوب يقوله يسمع الكلام أحسن لو يتجنب المشاكل فجوب يرمي وراء الأكل الفاضي بفتحة الحمام واللي بتبقى ريحتها بشعة وبعدين بياخد باله إن في حاجة في القار ولما بيشيل التراب من عليها بيكتشف إنها عبارة عن جونجومة والشخص اللي جنبه هنا بيأكد له إن فيه موظفين كتير ماتوا فعلا بس جوب ما بيبقاش مصدق عشان المفروض إن حتى أكبر الشركات ما بتقدرش اتغطي على عدد الوفيات دي كلها فالراجل بيقوله إن ده كان جزء من العقد اللي مضوه مع الشركة وعشان كده الشركة بتعمل فيهم اللي هي عايزة وفجأة الزكاة للصناعة بيبدأ يتكلم مع جو واللي بيتحصى بوقتها وبيقوله إنه كان بيشتغل عشر ساعات في اليوم عشان الشركة فهو ما يستهلش اللي بيحصل فيه ده وبيعود يزعق وبيبرطم كتير لدرجة إن جهاز إنزار بيشتغل عشان يسكته والزكاة للصناعة بيقوله إن من النهار ده هيبدأ فترة التدريب بتاعته وبعضين بيشرح إن مستوى إنتاج جو كان في النازل في الكام شهر اللي فاته وإنه ضيع الوقت ده المصلحته الشخصية وده خلى مستوى أداء القسم بتاعه يقل وإن اللي بيعمله ده المفروض هيخلي جو يبقى موظف كويس من تاني وإن موعيد الشغل هتبقى من 6 الصبح لحد 10 بالليل وباقي اليوم جو يقدر إنه يعمل فيه اللي هو عايزه وكل اللي مطلوب منه دلوقتي إنه هو يزق الطحونة ووقتها هيكسب نقط كتير لكل تطور هيعمله وكل يوم المفروض إنه يعمل حوالي 50 نقطة ولو مقدرش وقتها هيطعاكب وفي آخر كل يوم الموظف اللي بيكون جاي بنقطة أقل هيخلصه عليه حتى لو أنجز النقط المطلوبة منه فوقتها جو بيحس باليأس وبيعتذر على الزعيق اللي زعقه وبيطلب منهم إنه يروح بيته عشان هو محتاج يتطمن على مراته الحامل بس جاره بيقوله إنه مفيش داعي يحاول عشان مش هيوصل لحاجة وإن الشركة مش مهتمة ومفيش حد بيمشي من هنا غير لما بييجي وقته وبيقول لجو إن الأحسن يبدأ شغله ويركز إنه يحاول ينجو وبعدها بينشوف جو هو مستسلم خالص وبيلف الطحونة وفي الأول بيبقى الموضوع صعب عشان المكينة قديمة ومصدية فالموضوع بيحتاج منه طاقة كبيرة عشان يخلص أول لفة وبعدها الزكاة للصناعي بيحييه وبيشغل ليه أغنية عشان يشجعه وبعدها جو بيقضي اليوم كله وبيزق الطحونة وبيكون تحت الشمس ويدوب بيأكل كميات قليلة والزكاة للصناعي بيشغل إعلانات كل شوية طول اليوم وهو بيشتغل ولما بيروح ينام بيسمع صوت سريخ الشخص اللي فشل في المهمة النهاردة والزكاة للصناعي بيشغل إعلانات عشان يدارع الصوت وتاني يوم جو هو قاعد بيفطر بيتكلم مع جاره وبيبقى بيسأله إيه الهدف من الشغل ده طالما كده كده بيموته حد وهو ده زي العقاب على إن الواحد ما يعملش الشوق فجاره بيقوله إن الشغل الكامل ما بيبقاش كفاية برضه بالنسبة لشركة مالر ولما بيسمع إن جو عمل مية لفة في اليوم اللي فات بيقوله ما يقولش لحد تاني من الناس اللي معاهم وإلا وقتها هيحاولوا إنهم يتفوا عليه وينصحوا إنه يتعب ويشتغل عشان يعيش بس ما يتعبش نفسه زيادة عن اللزوم وإلا وقتها هيبقوا مستنيين منه إنه يشتغل بنفس الطاقة دي ولما جو بيبدأ يشتغل في الشغل بتاعه النهاردة بيفكر في مراته كاد وفي اليوم اللي جاء فيه بيت جديد ووقتها كاد كانت قلقانا عشان البيت كبير قوي وغالي والشركة هي اللي ادتها له بس جو بيقولها ما تشغلش بالها عشان هو تعب كامد في الشغل ده وإنه يستاهل البيت ده فعلا وتاني يوم كان عندها فيه معاد مع الدكتور بخصوص الحمل وبتفكر جو إنه ياخد أجازة من الشغل عشان يروح معاها بس هو بيقولها إن الموضوع هيبقى صعب ووقتها كاد اتضيقت عشان هو دايماً بيدي الأولوية للشغل وبيقولها إن الموضوع هيبقى صعب لما تولد وفي اللحظة دي كاد بدأت تحس بوجع وغير الموضوع ولما بنرجع للحاضر جو بيخلص الشغل المطلوب منه وبيعمل حوالي 150 لفة وفي مرة واحدة بيسمع صوت خبط على الباب فبيتخض في الأول بس بيلاقي الحارس بيقوله يقلع هدومه فبيتخد وبعدين بيقوله يقف في الزاوية مرة واحدة وبيرشه بمية وبيخلوه يستخدم الصبونة يدوب كام ثانية بس قبل ما بيرجعوه زي ما كان والأيام بتعدي وجو بيشتغل وبيتعب جامد في لف الطحونة واللي بيبقى شغلها متعب جدا وفي عز النحرة بتاعت الشمس وفي أوقات بيقعد يتكلم مع جاره وللأسف بيقوله ان الطحونة دي مش بتعمل ولا أي حاجة وانهم بيشتغلوا لهم جرد بس يكون اسمهم بيشتغلوا ولما درجة الحرارة بيديد جو بيخلص المية بتاعته بدري فبيطلب منهم انهم يدولوا مية تاني بس جاره وقتها بيقوله انهم مش بيدوا غير يدوب اللي يعايشه وان لو جوه عايز يشرب يبقى الأحسن لينه يجد حقته في أزايز ويخبيه وبعدها يصفيها بالفرش بتاع الكزمة عشان يشرب وجوه بيقرف من الفكرة دي ومش بيرضى يعمل الكلام ده وبيقوله ان مالرد عايز يعرفهم ما بياخدوا وقته قد إيه عبال ما بينهاره فجوه بيرجع يشتغل وبيفتكر كاد وبيفتكر يوم ما كانوا في المستشفى وكانت قلقانة من فواتير المستشفى وهو وعدها انه هيبقى يشتغل أكتر فبتقوله مش هينفع يعمل كده لوحده فجوه بيحاول يمنعها من انها ترجع الشغل تاني عشان من بعد المشاكل اللي حصلت في الفترة الأخيرة حالتها كانت في الخطر وكانتها تسقط الجنين بس كاد وقتها قالت انها لو هي كمان ما اشتغلتش وقتها البيت هيقع منهم وبنعرف ان مالرد كان واعد جوب ترقيق بقاله سنين بس عمره منفز وعده ليه فكادت كانت شايفة انه من الغباء انه يفضل مصدقه وفي آخر اليوم جوب يقع على الارض من كتر التعب والزكاء اللي الصناعي بيجيبه على تلتمية وسبعين لفة اللي لفهم هو بيحاول ياخد نفسه وجوب يلاحظ ان ايد الطحونة محفورة عليها اسم أليكس ولما بيسأل جاره بيعرف ان أليكس ده الشخص الوحيد اللي قدر يخرج من هنا وتاني يوم جوب تجيله ديه على الشغل المبهر ده وبيلاقوهم بعطين ليه ألم محفورة عليه اسمه ولما بيقولهم انهم مش هيحتاج الألم ده بيلاقيهم بيقولوله انهم غيروا الرقم اليومي من خمسين لتلتمية وسبعين فجوه بيتعصب بيوريهم ايده وبيحاول يشرح لهم انه مش هيقدر يعمل ده تاني بس الزكاء اللي الصناعي بيقوله ان البشر محتاجين زقة بسيطة عشان يطوروا من نفسه فجوه من غيزه بيرمل ألم في الحيطة وبيقعد يشتم في الشركة وبعدها لما بيشتغل بيلاقي انهم بيدولوا نقطة على اللفة زي ما كان بيحصل في الأول وبيلاقي ان في علامة على الساعة ولما بيسأل جاره بيقوله ان العلامة دي معناها انه عنده عقوبة وانه دلوقتي مطلوب منه انه يعمل لفتين عشان ياخد نقطة من دي تاني وانه لو خد علامة مطلوب منه انه يعمل أربع لفات عشان يسجل نقطة وبعدها تمانية وهكذا ولما بيلاقي انه ما عندوش حل تاني بيبدأ يشتغل أكتر عشان يخلص السبعمية واربعين لفة بس بعدين بيستسلموا وبيع من طوله ولما جاره بيتطمل عليه بيعرف منه انه مطلوب منه انه يعمل ربعمية وسبعين لفة وبيعود يزعق فيه وبيقوله انه كده هيخليكم كلهم يموتوا وفي اللحظة دي الزكاء اللي الصناعة بيعلن ان الشغل بتاعليهم خلص وجوه بيكون لسه مخلص العدد اللي مطلوب منه فجوه بيستغل الفرصة عشان يسأل عن العقوبة فالزكاء العطيف بيقوله انه جاي بالعقوبة لنفسه لما خلل زميله انه مش محتاج تشجيع أكتر وفي مرة واحدة بيجيبوله صورة كت على الحيطة وبيهدتو بيه انهم هيجيبوها هي كمان تشتغل هنا فبيتحيل عليهم انهم يسمحوا وبيعيدهم ان تاني يوم هيخلص الشغل اللي وراه فالزكاء للصناعة بيوافق وبيقوله ان العقوبة هتتشال من عليه لو خلص الشغل اللي وراه بكرة وبيقدموله كمان تحدي جديد فبيلاقي نور أحمر ضخم ظهر له في الساق وبالليل جو ما بيبقاش قادر ينام بسبب صوت السريخ والنور اللحمر ده وتاني يوم بيغطي ايد الطحونة بالجاكت بتاعه عشان ايده ما تتعورشه هو بيشتغل تحت النور اللحمر ده وفي وسط التعب ده جو بيحس انه على تكة وهيتجنن خلاص وبييجي في وقته وبيعود يهلوسه وبيبقى بيترية على نفسه وفاكر ان التعب ده هيوصله لحاجة ولما بيبدأ يتكلم مع نفسه عن كت والطفل جو وقتها بيشتغل ده لصالحه وبيتشجع انه يشتغل أكتر وبيخلص العدد المطلوب منه من قبل الوقت ما يخلص بثانية وقتها الزكاية الاصطناعي بيقوله انه قدر يشيل العقوبة من عليه وتاني يوم جو بيصحى على صوت الزكاية الاصطناعي وهو بيقدم ليه دي التقدير وبيعرض له فيديو الكت وهي في المستشفى وبعد ما ولدت وجو بيعيط لما بيلاقي انه بقى اب خلاص بس بيتدايق لما بيكتشف انه بقى له كتير قوي محبوس هنا وانه فوت لحظات كتير مهمة في حياته وبعد شوية بيسأل جاره عن تفاصيل أكتر بخصوص موضوع خروج أليكس عشان هو عايز يحاول يخرج هو كمان وفي الأول جاره مش بيرضى يتكلم معاه بس بعدها لما جو بيحكي له ان ابنه تولد وهو مش موجود بيصعب عليه عشان على الأقل هو كمان كان عنده وقت يضيعه مع أولاده قبل ما ييجي هنا وما بيكونش عايز ان ابنه جو يكرهه عشان بابا بيدي الشغل الأولوية زي ما حصل معاه وعشان كده بيقوله يبص على مكان ضعيف في الحيطة وبين على انه كان محفور قبل كده فجو بيقوم على طوله وبيروح يبص كويس على الحيطة لحد ما بيلاقي ان فيه منطقة في الحيطة كان مبنية من قريق وده معناه ان كان فيه حد حفر حفرة هنا فبيمسك القلم وبيعد يحفر بيه في الحيطة وماهتمتش قوي بالحفرة اللي كانت في الحيطة وعملنها أي كلام والأيام بتعدي وجوه بيتعب بس مش بيستسلم وبعد ما بيخلص الشغل بتاعه اليوم بيعد في الوقت الفاضي يحفر في الحيطة لحد ما بيعمل حفرة كبيرة وبيدخل جواها وبيبدأ يصحف وبعد شوية بيلاقي نفسه في مكان ضل مع الآخر وبيحاول يوصل لمخرج بس فجأة الحارس بيلاقيه وبيمسكه وفي المشهد اللي بعد كده جو بيصحى بيلاقي نفسه في القوضة وفي الحفرة تقفلت من تاني وفي اللحظة دي بيسمع صوت الزكاء اللي اصطناعي وهو بيزحق له وبيقوله انهم رجعوا العقاب وبيقوله ان عدد اللفات اللي مطلوبة منه ألف لفة وبعد شوية جو بيكتشف ان الحارس قسر رجل جاره عشان قاله على الحفرة اللي في القوضة ولما جو بيحاول يعتذر الراجل بيقعد يزحق فيه وبيقوله انه كده مش هيقدر يشتغل بسببه وانهم ما يقدروش يعملوا اي حاجة هنا وان اللي بيتحكم في المكان ده هنا هي الخوارزميات وبيبقى حاسس بالزنب لانه هو اللي صمم النظام ده وبيقوله ان البشر مش بيقدروا يوصلوا لحاجة مع الزكاء الاصطناعي بس جو بتجيله فكرة بما ان الكمبيوتر ماشي ورا الاوامر فده معناه ان لو محدش هيشتغل فده معناه ان محدش فيهم هيموت ولما جاره بيقوله ان الموضوع فيه خطورة فجو بيقوله انهم مش هيخسروا حاجة لو جربوا وبعدين بيوقفوا فوق الطحونة وبيقولوا خطاب بخصوص التعب اللي بيتعبوا في الشوق وان ده مش هيوصلهم لحاجة في الشركة وكمان بيقولهم انهم لو ماشتغلوش فده معناه ان محدش فيهم هيموت وبعدها الموظفين كلهم بيحيوه ولما معاد الشغل بيبدأ ولا واحد فيهم بيشتغل وجوب يبقى مبسوط عشان مقتنع انه بالطريقة دي هو خلاص كده كسب بس قبل ما اليوم بيخلص الزكاة للصناعة بيقولهم ان اللي ما عندوش نقط هيخلصوا عليه وده بيخلي بقى الموظفين يخافوا وبيبدأوا شغله وبيتجهلوا كلام جوب مع ما حذرهم وقال لهم ما يخلوش الزكاة للصناعة هو اللي يفوس ومرة واحدة كارو بيقولهم ان ابنه محظوظ انه عنده قب زيه بس لو هو عايز يقابل ابنه فالأحسن انه يعمل كل اللي يقدر عليه عشان يخرج من هنا ولما جوب يلاقي انه مفيش حل تاني قدامه بيبدأ يشتغل وبيلف الطحونة وبالليه الجارو بيعرف انه هيموت قريب فبيعترف ليه ان اسمه أليكس وانه هو الشخص اللي كان خرج من هنا قبل كده بس حصل فيه زي ما حصل لجوه واتمسك ورجعه الزنزانة من تاني ومرضاش يقولي الكلام ده عشان كان حاطت أمل انه ينجح وبيقوله ان الحاجة الوحيدة اللي لادمان عليها هو انه مولهش في المكان ده وبعدها جوب يودعه بيعيطه وبيسمع الحراس واما داخلين يخدوه وتاني يوم الصبح الزكاء اللي الصناعي بيدي الجوه ديه تشجيعة تانية ليه يعني وبتبقى عبارة عن فيديو صير لكاته وابنهم هو بيمشي دلوقتي فجوب يتدايق لما بيستوعب انه بقاله شهور قاعتينة وبيعود يزعق في الشركة وبيشتن فيها عشان أخدوا منه كل حاجة والزكاء اللي الصناعي مش بيعجبوا الأسلوب ده وبيقرر انهم يخلصوا على جوه كمان فالباب بيفتح وبيدخل ناس كتير في القوضة وبيتنشوا جوه لما بيقعد يتكلم معهم وبيتحيل عليهم انهم يوقفوا في صفه وبعدها الحارس بيدخلوا في حونة في ايده وبيقعد يستفز في جوه ولما جوه بيسمع الكلام ده بيتعصب وبيتخاني مع الراجل وبيقعد يضرب فيه ووقتها الزكاء اللي الصناعي بيقول ان الحارس ده فشل وانه هيتعاكب وعقابه هو انه هيموت وطالما جوه كمل المهمة دي فمعناها انه هيترقل المستوى التاسع وهنا جوه بيستوعب اللي بيعمله وبيقف وبيقوله انه مش وحش ومش هيخلي الشركة تحوله الوحش عشان كده هو هيستقيل وفجأة بيفتح حنيه وبينصدم لما بيلاقي نفسه ويقعد على مكتبه وفيه مكينة متوصلة بيه وحوالينه موظفين تانيين في نفس الوضعية دي وبيطلع ان كل ده عبارة عن محاكاة الشركة عملاها والحارس اللي كان معاه في الزنزانة بيعود قدامه وبيشرح لانه تطوع يشارك في البرنامج ده وفي حين انه كان حاسس انه قضى فيه وقت طويل بس هو هنا بقاله ستين دقيقة بالزعب وده معناه ان ابنه لسه متولدش وانه بكده بقى محشور في المستوى التامن ومش هيترقق بس بيطلع السبب مش عشان انه هو مش شاطر كفاية بس عشان هو متحداش نفسه انه يقدم الاحسن والتجربة دي بتبقى مستوى انتاجية وقيادية بس ده معناه انه هيترقق للمستوى التاسع وبعد ما جو يشيل المكينة من عليه بيدخل على مكتبه الجديد وهنا الزكاء اللي الصناعة اللطيف بيرحب بيه بس جو بيلاقي نفسه انه مش قادر يتخطى اللي شافه وده بيخليه في حالة صدمة مع انه كان مجرد محاكاة وبلاقي ان المكتب صغير وبسيط وهنا زميله بيجي وبيوريله الاتفاق السري وبيقول ان المشروع ده سري وجوه بيضطر انه يمضي عشان مراته وبعد ما الراجل بيمشي جوه بيتصل بكتة عشان يطمن عليها وبيعيط لما بيسمع صوتها اخيرة وبعد ما المكالمة بتخلص بيقول لنفسه انه هيولع في الشركة دي وبكده بنكون وصلنا لنهاية الفيديو بتاعنا وقبل ما نقفل الفيديو بتاعنا عايز اطلب طلب صغير من كل المتابعين بتوعنا انهم يشتركوا في القناة بتاعتنا ويعملوا لايك عشان يشجعونا ننشر اقطع وبس كده اشوفكم الفيديو الجاي مع السلامة